وادان واد من العلم واد من تمر مدينة تاريخية ضمن المدن الموريتانية القديمة أسست على يد الحاج عثمان الأنصاري والحاج عقوب القراشي والحاج علي الصنهاجي عام 536 للهجرة من أجل الإقامة والاستقرار فيها نظرا لأهمية موقعها الإستراتيجي حيث تقع على هضبة آدلار عام هذه المدينة تأسست 536 هجري أسسوا الحجاش المؤسسون الحاج عقوب القراشي والحاج عماد العنصاري والحاج علي الدمتوني والتحاق بهم الحاج عبد الرحمن الصعيم هذه المدينة أسسوها على التقوى وعلى العلم وما زال وأخوت في الإسلام أخوت في الله هم غير أخوه هم غير أخوه لكنهم أسسوا مدينة على الله على التقوى ولا زال الأجداد يتوارج هنا لكن الأخوية الآن مدينة علمية وسميت وادانا لأن وادوا من علم ووادوا من تمر وكانت المدينة مركزا علميا تهوي إليها أفدة طلبة العلم من كل فجر عميق حيث يوجد فيها شارع الأربعين عالما وهو معلمة تاريخية لا زالت قائمة حتى الآن يمتد من الشمال الشرقي للمدينة إلى الشمال الغربي باتجاه الجامع القديم ما سارع الأربعين فنحن في أقطع نقطع منه في الشرق الشمالي من المدينة ويمتد إلى المسجد الأقدم أو القديم يصح التعبير لأن هناك ما هو أقدم من هذين فالمسجد القديم هو الذي بنيت عليه ودان تأسس أولا في سفح الجبل مما يلامس البطحاء لحاجة الناس إلى الماء ولحاجتهم للعمل في الحدائق فيكون قريبا منهم ولحاجتهم أيضا إلى تأمين أنفسهم فبدأت المدينة من الشارع الأقدم من المسجد القديم الذي يلامس البطحاء في سفح الجبل وبنيت بجواره دور لاستقبال طلاب العلم والاستقبال حتى التائبين من سكان المنطقة ممن كانوا باقي على وثنيتهم منذ فجر الإسلام ومنذ حملة المرابطين وامتد السارع امتد السكان من سفح الجبل نموا في البناء وفي الدور حتى امتد السارع وعظمه وتفاقمه إلى آل الجبل كما ترون وتتصدر مدينة ودان قائمة المدن القديمة المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي اليونسكو وضمن المدن التاريخية والأثرية المهددة بالانقراض معالم كثيرة تاريخية لازلت شاهدة على ما قدمه الودانيون من تاريخ أصيل لا يتغير رغم عاديات الزمن عبدالقادر الميارة المرابطون مدينة ودان مدينة ودان مدينة ودان مدينة ودان مدينة ودان مدينة ودان